النمسا تحذر من العواقب الوخيمة لتصاعد التوترات في جنوب لبنان يمكن نتنياهو بعد محاولات الافصاح اللي قال عنه ان هو شبه تقرير ان الحرب انتهت في غزة مع التحفظ يعني ان هو عملية نهاية غير نهائية ولكن هو قال الحرب انتهت ولكن هو بيستعد حاليا لنقل القوات الى جنوب لبنان نعم للاستعداد لبدء حرب وشيكة كل المحللين يمكن بيؤكدوا ان الحرب بين حزب الله واسرائيل قاربة على البداية قاربة على البداية نعم يعني بصراحة ان هو موضوع معقد لالغاية هذا الصراع الذي نشهده حاليا يعني ما بين تنظيم حزب الله الارهابي واسرائيل يعني تحذير تحذير السيد شالنبرغ اكيد تحذير في مكانه وليس بالطريقة التي التي لربما نحن نتمناها يعني حزب السياسة النمساوية والسياسة الاوروبية تدرك تدرك ما معنى تحجيم دور تنظيم حزب الله الارهابي في منطقة الشرق الاوسط حزب الله الارهابي هو حامي حما اسرائيل اسرائيل بداية اسرائيل بداية يحمي حدودها الشمالية من السوري واللبناني والعراقي واي احد اخر فبالتالي هذا التحذير الذي نحذره السيد شالنبرغ اليوم هو لا يصب الا في نقطة الا في نقطة ماذا يا سيدي الا في نقطة ان يبقى الامر على ما هو عليه لان انتهاء هذا الحزب الموجود بهذه المنطقة بهذه المنطقة هو لا يهدد الا يعني ايه بس هو حتى بحور الشخص الخطأ نجيب مقاطي بضبط حكومة منتهية ايو اطبع لا مش غير انها حكومة منتهية قرار الحرب من عدمه مش هيتخذ ونجيب مقاطي اصلا اليوم لا يوجد حرب بين الدولة اللبنانية واسرائيل حتى نكون عارفين اليوم الحرب هي ما بين ميليشيا حزب الله الارهابي وبين اسرائيل من الطرف الاخر ولكنها تقرر لها لبنان لحد غيروت يعني كما جرت اليها غزة عندما قامت حماس بهذا العمل الارهابي ايضا وجرت اليها اثنين مليون فلسطيني موجود بغزة وقتل منهم اربعين الف ومئة الف جريح والله اعلم اديش مغيى و اديش مفقود والدنيا مدمرة طبيعي عندما تقوم هذه التنظيمات الارهابية وترهن دولة كاملة لمشروعها الخاص كما حماس وحزب الله مشروعهم الى ايران ايضا ستدخل لبنان بهذا الحرب لذلك اليوم المطلوب اعتقد من المواطن اللبناني الحر الشريف ان يدافع عن ارضه ضد من ضد تنظيم حزب الله الارهابي يعني تخيل استاذ ممدوح تخيل انا بصراحة اطلقنا استطلاع رأي على النمسا ميديا قبل خمسة ايام هل توافق على ان تقوم اسرائيل بدرد تنظيم حزب الله اللبناني الذي تدعمه ايران شارك بهذا الاستطلاع ستمائة وخمس اشخاص هاو موجود عنا على الصفحة تسعة وسبعين بالمية بقول لك نعم اوافق اتناش بالمية بقول لك لا اوافق تسعة بالمية ماذا قالوا مستحيل ان يحصل ذلك مستحيل يحصل ذلك ولكن استاذ الكريم لاحظ اليوم المواطن العربي والذي يعني يسمعنا الآن ويتابعنا ثمانين بالمية اليوم مع اسرائيل ضد حزب الله تخيل اليوم حجم الاحتقان الذي وصل اليه اليوم المواطن العربي ضد هذه الميليشيا الارهابية يعني اليوم بقول لك بقول لك يعني طبعا حتى الذي قام بهذا التصويت نبيه ولا يخلط ما بين قضية فلسطين المقدسة وما بين تنظيم حزب الله الارهابي الذي لديه مشروع ارهابي ليس اوله في لبنان وليس اخره في فلسطين المحتلة فعندما يقول لك ثمانين بالمائة او تسعة وسبعين بالمائة وتحديدا وتحديدا بس يمكن اللبنانيين لهم رأي آخر لا واللبنانيين لهم نفسه الرأي واللبنانيين لهم نفسه الرأي اليوم اليوم الشعب العربي اصبح واعي استاذ ممدوح بكل بكل اطيافه بكل الاديال بكل المعتقدات الموجودة ما يقوم به ما تقوم به اذرع ايران في المنطقة الشعب العربي بمازل عنها كليا ولا يقف مع هذا الميليشيا الا مريض نفسيا و الا مؤدلج و الا و الا و الا زي الاخوان و زي هذه التنظيمات التي استهلكت على مدار العشرة الى العشرين عام الماضية فبالتالي اليوم فبالتالي اليوم بقول لك بقول لك الشعب العربي فبالتالي فبالتالي ساذ ممدوح التسعة بالمائة الذين قالوا ستة وخمسين شخص من اصل ستمائة وخمس اشخاص قالوا لك لم تحصل هذه الحرب اصلا لم تحصل لانه يدركون ان حزب الله ما هو الا حامي حما حامي حما اسرائيل 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 يا سيد الكريم طيب على الرغم من وجود يمكن موضوع حزب الله بال بالوضع اللي هي موجودة فيه ده ويمكن التوترات اللي موجودة دي هتجر المنطقة يمكن لحاجات تانية تبصة تلاقي الحوثيين دخلوا من ناحية الحزب الله العرائي المنطقة هتشتعل كلها يعني ما اعتقدش انها يكون الموضوع ده لنهاية بجانب كده دخول امريكا على الخط مع اسرائيل لانا مش هتوفق وقافة المتفرج يعني اعتقد ان احنا نتمنى ان يكون هناك وعي بين الشعب اللبناني والشعب العربي لمحاولة يعني عدم بداية هذه الحرب من اصلها نتمنى اليوم سيد الكريم انا كتبت منشور خاصة على صفحتي الخاصة قلت ان قربان السلام الوحيد المطلوب من اسرائيل تقديمه قبل اي توافق هو القضاء على النظام الايراني واذرعه من المقاومين في بغداد الى صنعاء مرورا بدمشق وبيروت وغزة وصولا الى الاحواز العربية وغير ذلك هو هرى واستمرار في العنف اللامنتهي وهذا هو الواقع سيدي الكريم اليوم اذا كانت اسرائيل فعلا تريد السلام الحقيقي فامامها مهمة هي القضاء على كل هذه الازرع الازرع عفوا الارهابية الموجودة بهذه المنطقة وكل ما ذلك كل هذه المناوشات السياسية التي نرها هو صراحة كلام فاضي وكل ما يقوله بايدن كلام فاضي وكل ما يقوله نتنياهو كلام فاضي وكل ما يقوله حسن نصر الله كلام فاضي وكل ما يقوله اسماعيل هنية والسنوار وما للتوترات دية أو المخاوف دي شيء شكلي من أجل استمرار مقتلة الشعب الفلسطيني أو اللبنانيين في أراضيهم وان كانت طبعا ايران حاليا بتستعيد ايران تعيش انتخابات بعد اغتيال رئيسها وزير خارجيتها نعم